اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويجري على قدم وساق من الأخوات المرابطات في القدس والأقصى الراغبات في المبادرة بسرعة استقبال شيخ الأقصى فضيلة الشيخ رائد صلاح حيث من المتوقع أن يفرج عنه من الأسر الانفرادي يوم الاثنين بإذن الله تعالى بعد غد على كل الأحوال الأمور مترابطة في القدس وطالما الشيخ جراح هو موضوعنا وأيضا له من اسمه نصيب هو طبيب وجراح كمان وهو هذا الاسم التاريخي الذي يعرفه الجميع منذ تسعمائة عام لم يكن هناك حلم أن يكون صهيوني واحد فوق الأرض موجود على الإطلاق فما من شاك أن الجراح عميقة ومؤلمة جدا والأمور مترابطة في كليتها كل الأحداث في القدس مترابطة عمليات التهويد عمليات الحفر تحت الأرض فوق الأرض في سماء الأرض تلفريك يعني إن شئتم هذا يعني التهويد التهويد في سماء المدينة حتى يخطف الأبصار عن المسجد الأقصى المبارك وعن تحديدا عن رمز المسجد الأقصى المبارك وهي قبة صخرة مشرفة بوابة السماء ومهبط الرسالات والأنبياء ما من شك أن عمليات تدمير المقابر ومقابر المسلمين والمجاهدين تحديدا ومقابر جيش صلاح الدين مقبرة مأمن الله وتعرفون أن هذه المقبرة هي أكبر مقبرة إسلامية في فلسطين كانت ذات مساحة 200 دنم 200 دنم يعني 200 ألف متر مربع ما بقي منها إلا عشر دنمات يعني 5% فقط على هذه الخمسة في المئة فقط لم يحلو للصهاينة أن يبنوا متحفا للتسامح إلا على العشر دنمات على أنقاض وجثامين وجماجم المسلمين وبالتالي نسف جند صلاح الدين ويعني هذه التوطئة التي أردت أن أدخل منها إلى موضوع شيخ جراح حتى تدركوا رمق المشكلة القضية ليست في ظاهرها يعني عائلة الكرد وأبنائها ويعني ما تشاهدون من بطولات وصمود سوري ورباط في شيخ جراح القضية أعمق وأخطر من ذلك بكثير وتعود إلى اقتلاع الموجود الإسلامي كلية من القدس وبالتالي اقتلاع جثامين وشواهد القبور ورموز الرموز الإسلامية تقتلع يعني بشكل سيستيماتيكلي منظم على أوسع نطاق فمثلا ما قبل عهد صلاح الدين والذي يعني كان جنده في مقبرة مأمن الله التي دمرت تدميرا شاملا كاملا ثم لحق الصهاينة في مقبرة يعني إلى مقبرة باب الرحمة ومقبرة اليوسفية وشاهدتم كل ذلك في وسائل الإعلام وهناك صحابة كرام معروف منهم 13 صحابي مدفنون في هذه المقابر وذلك لا يمنع الصهاينة مطلقا من تدمير قبور المسلمين إنما هم يذهبون إلى أعمق من ذلك في التاريخ يذهبون إلى حيث هناك أي رمزية إسلامية سواء كان المسجد الأقصى المبارك وهو جوهر الصراع أو كان ذلك حيث للمسلمين أثر فمثلا عندما وقف فاتح بيت المقدس عندما وقف الخليفة العادل عمر بن خطاب رضي الله عنه على جبل المكبر وكبر انظروا ماذا يحصل في جبل المكبر هيربرت سوموئين لم يجد له هذا المندوب السافل أو السامي أو سموه ما شئتم البريطاني اليهودي الذي يدشن ويوثق عملية وعد بيلفور ويترجم كما أراد دونالد ترامب أيضا أن يترجم وعد دونالد ترامب المأفون هذا يعني هذا هيربرت سوموئين لم يجد له مكانا يبني فيه قصرا يطل منه على الجهات الأربع في فلسطين يافا غربا والخليل جنوبا إلى غزي وشمالا إلى رمالة نابلس وشرقا إلى عمان والسلط والكرك لم يجد له مكانا إلا على جبل المكبر انظروا بعد سنوات طويلة لم يجد دونالد ترامب مكانا لسفاراته وكر السفارة الأمريكية الإجرامي الشيطاني إلا على جبل المكبر الصهاين لم يجدوا أماكن لقيادة الجيش والشرطة ومستوطنتين اثنتين إلا على جبل المكبر عجيب يعني يغرسون السهام في قلب جبل المكبر وكأنهم يقولون لعمر بن خطاب رضي الله عنه عندما يعني رسول عليه الصلاة والسلام قال له تقتلك الفئة الباغية يعني يعني أبو المجوسي ليس وحيد ليس هو القاتل الوحيد بل الصهاينة يعني يكملون المشوار مع هذا المجوسي الكافر من عبدة النار عليه لعنة الله إذن عمر بن خطاب رضي الله عنه حيث وطئت قدمه الآن الصهاينة يعني يسيرون خطوة بخطوة يدمرون يدمرون الوجود الإسلامي الرمزي حتى لا يرتبط شباب القدس وشبات القدس ومرابطي القدس ومرابطات القدس بهذا التاريخ المجيد على الإطلاق ونفس الشيء حصل مع صلاح الدين الأيوبي 1187 الميلاد حيث يعتتبعون خطى صلاح الدين يعتتبعونها ويحرقونها حرقا حتى أنهم حرقوا منبر المسجد الأقصى المبارك لعل الإخوة الباحثين الرائعين يعني يسألون يعني ومالنا ومال هذه التوطئة من عمر بن خطاب إلى صلاح الدين كلها أيها الأحبة الكرام كلها مترابطة كلها قضايا مشتركة لا يمكن فصلها ولا فصل بعضا منها عن الآخر فعندما نذهب إلى الشيخ جراح فسوف نجد أن المسألة لا تختلف عن جبل المكبر ولا تختلف كلاهما عن الذي يجري في الأقصى إذن كل الأمور هذه مترابطة متشابكة متداخلة على نحو خطير يفكر فيها العقل الصهيوني لطالما كثير من الناس قرأ بروتوكولات حكوماء الصهيون ويعني تحدثوا كثيرا في هذا الموضوع يعني هل معقول الصهاينة يفكر بهذه الطريقة ويسحق الوجود الإسلامي ويقتلعه من جذوره بهذا الشكل لا الأحياء سلم ولا الشجر ولا حجر ولا البشر ولا الأثر لا الأحياء سلم ولا الأموات والشهداء سلم ما الذي يجري للصهاينة ما الذي عمى بصرهم حتى يعني استعدوا المسلمين في أقطار الأرض كلها عليهم ولكنهم يظنون أن بضعا من الأولاد هنا وهناك من المطبعين والأذلاء والصاغرين يعني هم ليسوا مطبعين بل هم في نهاية المطاف يعني في نهاية المطاف هم يعني مطوعين يعني هم أصبحوا يعني ضمن دار التطويع يعني أذلاء عبيد عند الصهاين فالشيخ جراح مترابط مع هذه المحطات التاريخية كما تعرفون يعني مترابط مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام الذي ما عقد مؤتمرا بقرار رباني من الله سبحانه وتعالى وقدر من الله عز وجل مؤتمر نبوي الوحيد فوق الأرض الذي انعقد في وسط المسجد الأقصى المبارك 124 ألف نبي ورسول أو 125 ألف نبي ورسول هبطوا جميعا وصل فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام إماما ورسولا فهو خاتم الأنبياء والمرسلين وبالتالي نحن خسرنا يعني خسرنا راية رسول الله في وسط الأقصى وبالتالي ذلت الأمة كلها فعلينا أن نعترف بداية أنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن في الجسد للمضغى إن صالحة صالحة سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب قلب أمتنا كل أمتنا كلها على الإطلاق طلبها وذروة سلامها ويعني عنوان عزها وسؤددها وبطولتها وعظمتها هي القدس إن صالحة صالحة الأمة الإسلامية وإن فسدت فسدت كل الأمة فهذا الموضوع شغل بالنا 25 سنة من الأبحاث ما وجدنا القدس بخير إلا والأمة بخير وما وجدنا القدس بسوء إلا ويعني وجدنا أن الأمة بسوء وحالها تسوء تماما لماذا؟ لأن راية رسول الله هبطت في القدس أين استلمنا الراية؟ في القدس وأين فقدناها؟ في القدس فهي مرآة الأمة كما تقول الأخت فاطر إن فعلا هذا شيء مروع بكل المقاييس النفط يعني راية رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ترفع منذ سقطت الراية حتى هذه اللحظة ولا دقيقة واحدة لأن العرب أشبعوا القدس كلاما فارغا تماما خاليا من المضمون عروس عروبتنا نظموها شعرا وإلى آخره إلى آخره يعني فعلوا الأفعيل تحدثوا كثيرا عن أنها يعني عاصمة عروبتنا وما أخذ بالقوة لا يستردل بالقوة كل هذه الشعارات ذهبت أدراج الرياح فالشيخ جراح كيف يترابط مع هذه المحطات كلها؟ مع راية رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أتباع رسول الله والفتح العمري والصحابة الكرام الذين تخيلوا أن فلسطين في عام واحد دفن فيها أربع ألاف صحابي أربع ألاف صحابي يا أيها الأحب الكرام كيف أربع ألاف صحابي؟ أربع ألاف صحابي هبطوا يعني لتحرير فلسطين كل فلسطين وعسكروا كما تعرفون أين؟ في القدس لكن في حي من أحياء القدس التي دمرها الاحتلال في الشطر الغربي من القدس وهي عمواس فجاء طعون عمواس وقصة طعون عمواس طويلة يعني لا يتسع الوقف لا نحدثكم ونحن نهبط إلى عمواس ونذهب إليها ونشاهد القبور وما تبقى من القبور الصحابة الكرام يعني أخذوا بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تشبه تماما الحجر الذي يتم الآن بسبب الكورونا فكان كورونا طعون اسمه أيامها طعون فهلك الحرث والنسل وارتقى الصحابة الكرام شهداء ففلسطين مغروسة مغموسة بدم الشهداء من الأنبياء عفوا من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذن هؤلاء أتباع الأنبياء رضي الله عنهم من الصحابة الكرام يعني دفنوا في فلسطين ونادرا من أهل فلسطين من يعرف أسماء 101 مثلا منهم لكن الباحثين المهتمين سيعرفون من هم الذين دفنوا في فلسطين ثم تسير الأيام وتكون فلسطين في سؤدد وعظمة إلى أن جاء الصليبيون وذبحوا جميع أهل الكدس والصليبيون يعني عملوا جريمة العصر ولم يعتذروا حتى اليوم حتى كلمة اعتذار كمان شوية بتشوف الفلسطينيين وغير الفلسطينيين يرقصون ويتمايلون على الكؤوس في بيت لحم وغيرها مع من ذبح أهل الكدس يعني أمر صادم بكل المقاييس حتى نحن لا نحسم احترام أنفسنا لا مسلمين ولا مسيحيين يعني المسيحيين جزء من المنظومة سكان الفلسطينيين علينا أن نتصارح معهم ونقول لهم أن الصليبيين المجرمين القتلى الذين قتلوكم وقتلونا لم يعتذروا حتى اللحظة والبابا جاء واعتذر لليهود مرات عديدة ما اعتذرش للفلسطينيين خلينا نروح على الشيخ جراحي اللي هو محطة رئيسية في هذه المنظومة كلها المنظومة الإسلامية المتماسكة لا يجوز أن تهدم لا يجوز قطعيا أن تهدم منظومة التماسك بين القضايا حتى ينفرد فيها الاحتلال واحدة يعني يعني الاحتلال قد ينفرد يا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات الفضليات ينفرد بقضية ويحاصرها ويحجمها ويصغرها يعني بقينا من مسجد الأنبياء والرسالات السماوية وكل الأنبياء في القدس مع المسلمين يعني ولا نفرق بين أحدهم من رسله ويعني شعارنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من المسلمين وكل هذه المعاني السامية التي فتحت القدس عاصمة للأمة الإسلامية كلها العربية والإسلامية كل هذا الشيء ما عجبناش فقلنا لا لا هذا أسراء عربي إسرائيل والله هاي أول تصغير يعني شو بنا نقول لأخوة الأندونيسيين العددهم يساوي عدد الشعوب العربية كله هم الأندونيسيين يعني يقاربوا يعني كل الدول العربية شو بنا نحكي للإخوة يعني الماليزيين شو بنا نحكي للأتراك شو بنا نحكي لسائر أمم الأرض من المسلمين ونحكي لهم لا القدس عربية طائب يا سيد عربية مع أنكم لا تنتبهون أن الذي حرر القدس بعد المجزرة التي ذبح فيها سبعين ألف مقدس هو صلاح الدين أيوبي هو كردي مسلم ملتزم رائع جدا وهو على نهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه العربي إذن العربي يحرر القدس والمسلم يحرر القدس كلهم في وحدة واحدة وبوتقة واحدة فصلاح الدين أيوبي حرر القدس ويعني رسم لنا معالم الطريق لكن سمعان ما تضل للناس تضل مجددا وعلى كل الأحوال هذا الكلام يعني مضى عليه قرابة 900 عام فرضا فأيام صلاح الدين أيوبي كان له طبيب اسمه حسام الدين بن شرف الدين عيسى الجراحي هذا الطبيب طبيب صلاح الدين أيوبي هو اللي سمي الشيخ جراح على اسمه وهناك زاوية زاوية الجراحية ومسجد الشيخ جراح وبالتالي يعني عمر الحي عمر الحي يا أيها الصهاينة يا أيها المجرمون أو المجرمين يا أيها الكفرة ولكم هذا الشيخ جراح موجود فوق الأرض حي إسلامي من أيام صلاح الدين أيوبي من قبل قيام كيانكم بأكثر من 800 عام من قبل قيام كيانكم المجرم ووعد بالفور المجرم ولكن الصهاينة رسموا في ذهنهم صورة معينة للشيخ جراح أولا لو عملنا إحنا حاجة نسميها إحنا في علم التخطيط وعلم حتى المشاريع نسميها سوات أناليسيز لو عملنا نقاط القوة والضعف والمهددات وأيضا الفرص وعملنا لشيخ جراح حي الحكاية بالنسبة من منظور يهودي اليهود يقولون بالنسبة لهم أن شيخ جراح في غاية الأهمية فهو الكوريدور الذي سيربط المنطقة المحتلة من القدس عام 48 وهي 80% من القدس فيها 39 حي 39 حي من أحياء القدس سقطت عام 1948 والعرب يتفرجون طبعا وأيضا نفس اللي صار في ال67 نفس الشيء جيوش عربية لا تجمع إلا سوى بضعة ألاف في مقابل المدد الهائل جدا للصهاينة والأسلحة المتدفقة من بريطانيا اللعينة وحصل الذي حصل فقدنا 39 حي 80% من القدس المنطقة الاستراتيجية اللي هي الشيخ جراح بالنسبة للرؤية الصهيونية هي التي ستربطهم مع هداسة اللي كانت بقيت أيامها لمدة 19 عام من الـ 48 إلى الـ 67 الرابع من حزيران بقيت معزولة فالآن الشيخ جراح هو الكوريدور هذا شرق غرب طيب خلينا نشوف شمال جنوب على شارع نابلس شارع نابلس أو دمشق لأنه هذه بوابة دمشق دمسكوس جيت هذه من ناحية الشمال نحو الجنوب فأيضا الشيخ جراح في موقع استراتيجي فهو كوريدور يفتح إلى إلى وادي الجوز إلى باب الساهرة إلى المسجد الأقصى المبارك وصولا إلى حيب يعني سلوان إذا كمننا جنوبا وصولا إلى جبل المكبر إذا وصلنا جنوبا أكثر وأكثر ومن هناك جبل المكبر سلكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحلة الإسراء والمعراج من قبل عمر بن الخطاب وأيضا السيد المسيح عليه السلام عندما كان يجي من بيت لحم إلى القدس نفس الطريق طريق الأنبياء والأهم من ذلك أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذاهبا إلى الخليل قادما من أورف العراق إلى نابلس إلى القدس إلى الخليل يا الله هذه طريق أنبياء هذا كوريدور أنبياء يعني الشيخ جراح واقع على خط استراتيجي هام جدا 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 شرق غرب شمال جنوب فهذا التقاطع الخطير على كل الأحوال المسلمين يعني تخيلوا هم في وقتهم أنه مهم جدا الشيخ جراح فكان فيه الحقي الدبلوماسي كانت فيه السفارات يعني مبكرا يعني قبل قيم قبل احتلال الشطر الشرقي من القدس اللي 20% متبقي فكانت السفارات هذه موجودة وكانت تحيط بمستشفى العيون سان جورج وإذا بتتذكروا كانت السفارة التركية وأيضا السفارة الإيطالية والبلجيكية خلفها مباشرة وعلى الزاوية جنب السفارة التركية موجود أيضا سفارة إسبانيا وعلى الزاوية الشمالية الشرقية تماما السفارة البريطانية كل هذه السفارات موجودة وتمثيلها تم اعتماد التمثيل لدى حكم عربي وهو الحكم الأردني أيام 19 سنين فيعني أنا كنت بتمنى رغم أن اليوم كنت مشمول جدا جدا وعندي بريزنتيشن كنت عرقته في عمان في ندوي باوربوينت بريزنتيشن وأفاجأ بأنه كل اليو اس بي اللي باعي بالجامعة فأنا مدين لكم بعدم عرض الخارطة لكن كل هذه الخرائط وكل الوثائق اللي راح أحكي عنها الآن راح تكون متاحة لكم لاحقا إن شاء الله كونكم دارسين يعني بتعذرونها وإحنا إن شاء الله تعالى في خدمتكم نبعث لكم الخرائط والوثائق وكل شيء لكن معذرة هذا اللي صار إنه أنا انشغلت جدا جدا ويدوبني والله يواصل على البيت الآن ومباشرة فتحت الزوم وفتحت طول الخرائط والبرزنتيشن باوربوينت بريزنتيشن فإذا هو بجامعة بيرزيت الله يخليكم إلى الآن خلينا نشوف شو اللي بيصير إنه الشيخ جراح مهم جدا بالنسبة للصهايني هل على البعد الاستراتيجي يعني خط نابلس القدس ولا خط عمان إيافة لا لا مش بس هيك ولا هو بوابة الأقصى من الناحية الشمالية هو بوابة القدس القديمة أنت من القدس يعني عندما تتحرك من الشيخ جراح مباشرة تصل لباب الساهرة وباب العمود وتدخل إلى الأقصى فهو كوريدور هام جدا وتمر بأراضي بجزء من أراضي حي وادي الجوز الثمنتعشر حي لحتلت عام ثمانية عام سبعة وستين لكن تسعة وثلاثين حي أنتم تعرفوها معظمكم يعرف يعني معظم أحياء المدينة المحتلة عام ثمانية واربعين من عين كارم للمالحة يعني كل هذه المناطق حتى أنتم تعرفون يقينا مذبح الدير ياسين ليلة ثمانية أربعة سمينة ثمانية واربعين وارتقاء الشهيد عبد القادر الحسيني في تلك الليلة على كل الأحوال أنتم تعرفوا هذه الأحياء أنه هذا يسمى الكنيسة البرلمان الصهيوني يا حسر ملناش برلمان يعني إحنا كنا عملنا إشي تشريعي ورح الزعيم فكوا للتشريعي الكنيسة هذا وين مقام؟ مقام على الشيخ بدر أحد أحياء القدس المحتلة عام ثمانية واربعين يعني الصهاينة ما تركوا مكان مربع متر مربع واحد للفلسطينيين في الثمانية واربعين أخذوها الآن أجلوا لحقين بجروا على السبعة وستين طيب هذول أهل الشيخ جراح اللي أنتوا جايين تجروا وراهم على حي الشيخ جراح الآن وتستهدفوا ثمانية وعشرين عائلي ثمانية وعشرين بيت وأقامتوا الدنيا ولم تقعدوها وبتجروا وراهم وشو تاريخ شو الجريمي شو العملوا هذول الناس هذول الناس يعني قبل ما نذهب ونعرف شو قصتهم على السريع بدي أحكي لكم إنه الشيخ جراح بوابة عمر بن الخطاب تقتلك الفئة الباغية الشهيد القائد هو أراد الله له أن يكون شهيدا سبحانك يا الله وكما ذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام من ورائه شر عظيم مستطير يعني وشوفنا احنا المجوس شو العملوه في عمر بن الخطاب تخيلوا الشيخ جراح يذكرني والله بحادثة استشهاد الإمام العادل القائد الخليفة المسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله نفس الطريقة يا جماعة لأنه الظلم قطع الليل المظلم الظلم ظلمات الذي يحصل يفوق الخيال على كل الأحوال ما الذي حصل إنه شيخ جراح لا يؤدي للأقصى وحده بل في الطريق إلى الأقصى يمر على أرض هي أرض وادي الجوز أرض وادي الجوز هناك مشروع في الأدراج بيسموها مخططات الأدراج لدى الصهاينة هو مشروع سيليكون وادي السيليكون تمويل دولة عربية عشان يعني نكون واضحين معكم دولة عربية ستموّل مع بلدية الاحتلال عشان نشوف المطبعين إلى أي حد من الانحطاط بلغوا وإلى أين وصلوا طيب هذا وادي السيليكون في وادي الجوز ملاصق تماماً لحي الشيخ جراح اللي مليء بالسفرات وحي دبلوماسي ومليء أيضاً وكان بيت الحج أمير الحسيني على فكرة وأيضاً يعني هناك عدد من الجمعيات الفلسطينية ومقار منظمة تحرير الفلسطينية وعدد من الفنادق الفلسطينية مقامة في نفس المكان كلها في الشيخ جراح الشيخ جراح ليس بس موقع استراتيجي بل موقع هام جداً هو عنوان السيادة الفلسطينية على هذه العشرين في المئة عنوان للسيادة يعني عنوان للمكانة لك مكانة ولك سفراء معتمدين من طرف فلسطيني أو طرف مردني لا بأس يعني إذن إذا كان الصهاينا يريدون إلغاء الرمزية في القبور في المساجد في الأقصى في جبل المكبر فيلغوها في الشيخ جراح الراحل يشلق لا وكملوها واد السيليكون وعلى حساب المنطقة الصناعية في واد الجوز كانت الخرائط حتفرجيكم منطقة الصناعية في واد الجوز تعتاش منها أكثر من 300 عائلة مقدسية يبدوا منسفوها نصفاً ويعمل واد السيليكون على الطريقة الأمريكية الواد السيليكون من سيعمل في الهاي تيك هذا وبقاشوس والتجسس وخرباني البيت للبشرية كلها أنظمة التجسس وهاي تيك يعني بتعرفوا أنتو وهاي يعني يعني السايبر وكل الوسائل الفضيعة جداً اللي يعمل على أساس صهاينة سيكون علماء صهاينة يعملون والعرب يمسحون البلاط فقط لا غير قال نحن أعطيك فرص عمل أي فرص عمل تعطونا فقط في النظافة عمال نظافة في المستوى حتى لا تطلعوا على أي من أسرار واد السيليكون هذا فقط للسادة للصهاينة الساديين المجرمين الفاشيين العنصريين فقط لهم الله أكبر واد السيليكون بس لا يا جماعة مهم تحضيراً لواد السيليكون وحمايةً لواد السيليكون شوفوا شو لأقاموا في حي الشيخ جراح قيادة ما يسمى حرس الحدود في الضفة الغربية في الشيخ جراح قيادة حرس الحدود في الضفة الغربية كلها تخيلوا وزارة الداخلية التي تسوم أهل القدس سوء العذاب وتعذبهم صباحاً ووساء في حي الشيخ جراح وأيضاً عدد من بؤر الاستيطان الصهيونية التي زرعت زرعاً في قلب الشيخ جراح ومنها تسمى الصديق شمعون مغارة والله يسكنها أهل سعير من أهل فلسطين مغارة مغارة عدي مغارة كاف نيتشرا الكيف نيتشرا الكيف مغارة طبيعية قال هذا صديق شمعون هم يعاد الله خزاهم سبحانه وتعالى إذا بتذكروا لما سقطت فيهم كنيس راحوا يعني عربدوا هناك في في منطق في شمال فلسطين شمال الناصرة تذكروا وين موقعة عينجلوت مش فيه هناك أعلى جبل في فلسطين فيه كنيس سناك لما سقط الكنيس فيهم ودمرهم وقتل قتل زعمائهم قالوا آه انفضحنا هذا هو كنيس سديق شمعون طب شو شو جاب هذا كنيس سديق شمعون من شمال الناصرة جابوا على قال هيك يعني عنزي ولو طارت هذا مثل خليلي عليه عنزي ولو طارت هذا هو سديق شمعون كان مرة هناك كان مرة هناك فهل مغارة هاي آه فهل مغارة هاي غير يعني صديق هذا اللي يسمى صديق شمعون قال هذي كبانيت هارون هاي كمان زرعوها زرعوا بؤر بؤر وبعدين سألوهم الفلسطينيين قالوا لهم انتم بتلاحقوا سكان حي الشيخ جراح ليش قال من هنا شوفوا شوفوا بالله الحج هذا رائع الحج جميل جدا انه انه نتحدث لكل العالم بكل اللغات بالألماني بالانجليزي بالفرنسي نحكي للعالم شو هذول شو هذول السوائب هاي اللي أرسلتونا شو القطعان والسوائب هاي اللي أرسلتوها على فلسطين شو هالمصيب هاي وإحنا استقبلناهم بسذاجة وما كانوا والله لا يعرفوا في الزراعة ولا في الصناعة ولا في شيء يعني وكانوا يعني كانوا يتعرضون لمذابح هتلر وغيره وكانوا متهدين في اسبانيا وفي غيرها واستقبلناهم واحتضرناهم وانتوا شايفيني النتيجة كمان يعني يضع الأفعى في بين جنبات عباءته يعني هذا اللي صار على كل الأحوال هؤلاء القطعان والسوائب الذين يعني الآن يركزون على شيخ جراح واحد من ست أحياء في مهب الريح وفي عين الصراع بعد الأقصى بنفس المستوى بعد الأقصى مباشرة هناك ست أحياء بوابتها بوابة الشر يعني يعني شيخ جراح تقتله الفئة الباغية الآن هو شيخ جراح البوابي ثم ينطلقون إلى سائر الأحياء وستشاهدون وإن كان قاموا بعملية ديمونستريشن لعملية من هالنوع ودمروا في مجزرة عدد من البيوت في واحد من هذه الأحياء اللي هو حي وادي الحمص جنوب القدس لكن البؤر الاسطنية هاي بدهم يربطوها بعضها ببعض فقالوا رداً على سؤال الفلسطينيين والمحامين الفلسطينيين وأهل الشيخ جراح أنتم لماذا تلاحقوننا وأنتم تسكنون في بيوتنا طب ما هي بيوتنا في لفتة بالمناسبة لفتة أهل الشيخ جراح بعضاً منهم من أهل لفتة وهاي لفتة لمن لا يعلم هي أغنى أغنى حي في فلسطين كانت أغنى حي في فلسطين وأهل الفتة إذا كان معنا ناس منهم الآن يعني يعرفون ما هي لفتة ومن أين تبدأ لفتة وأين تنتهي والله تنتهي عند حي الشيخ جراح وعلى باب الساهرة في القدس القديمة هاي حدود لفتة بعض بعض سكان شيخ جراح من لفتة بعضهم من عين كارم بعضاً منهم من جبل المشارف اللي بسموه سكوباس ماونت اللي هي هداثة الشرقية بعضهم من هناك أزحوهم هذه أرض السمار وغيرها أزحوهم وأجوا هدولا سكنوا في حي الشيخ جراح الآن لازم أذكر لكم السر في الموضوع لكن قبل ذلك علينا أن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن اليهود ما كذبوا علينا قالونا إحنا أيام الدولة العثمانية سنة 1885 في كم من يهود مروا على المغارة على هذه المغارة هذا الكهف هذا الكهف اللي هو مغارة شمعون وسكنوا هون فهدولا يعني مروا هون وبعدها راحوا والراحوا قال والله بعض منهم راحوا وسكنوا في حي اليمن وين هذا حي اليمن قال هذول يهود من اليمن وسكنوا في حي يعني في سلوان والله هذا اسمه بطن الهوى عند أهل سلوان أهو حي بطن الهوى سكنوا هناك كم من يهودي طب كيف سكنوا قال والله سواء في المغارة هاي أو هناك استأجروا بيوت من الفلسطينيين طب وبعدين وين راحوا قال خلص بعدين ما هو يعني مبكرا غادروا البلاد طيب ولا راحوا على الشطر الغربي وبعدين سنة 1885 يعني يهودي مقدس داس بقدمه هذه الأرض حيث داس هو مقدس ودم مقدس وعظام مقدس وعمل مقدس والمكان اللي نام فيه مقدس والله طب والأنبياء والصحابة وأربعلاف صحابي مدفونين من عمواز حتى حتى مشارف عمم تعرفوا أنتو يعني يعني الصحابة بعضهم وصل يقابل عمر بن الخطاب في طريق تابوك يعني وأمرهم أن يعني يلتحقوا بالجبال حتى ما يعني ما يلتقوا ببعضيهم حتى لا يبيدهم المرض وعاد عمر بن الخطاب بالجيش تذكرون هذه الحادثة ف بعدين يعني 1885 وبيتكن حيها الحين قالوا احنا بدنا الحي هذا لأنه هنا في يهود مروا هون وإحنا طالما مروا اليهود هون مكتوب عيدنا مكتوب عيدنا في الكتب تبعثنا إنه في يهود مروا في حي الشيخ جرح طب كان كم عمره كان عمره 800 سنة هذا الحي 800 سنة للمسلمين في يهود أجوا هون مروا ناموا صار لهم والله عشان هيك الدولي هذا هذا الكيان الصهيوني مالوش حدود مالوش خارطة مالوش دستور هو يصيغ بيعمل صياغة آنية لكل حدث وبيعمل حدود جديدة لكل حدث عشان هيك مشروع الضم من الآن خلاص يعني بدنا نضمها من البحر للنهر والآن طالعين على أردن كيف تكتبت على أردن قالوا بنعمل اتفاقية غير تاعة الغاز بنعمل للكو اتفاقية نبدن ننشر يعني مرايا شمسية اللي هي سيلز هاي بتعرفوا السيلز هاي الخلايا الضوئية عشان نولد طيب وكل النقب الفلسطيني اللي هو نصف أرض فلسطيني هي نقب وصحراء وفيها شمس ساطعة جدا ما بكفي قال لا 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 احنا بنحط الخلايا الشمسية احنا مش بدنا خلايا شمسية ومش ناقصنا كهرباء واصلا عنا فائد كهرباء تعرفوا ليش احنا بدنا نحط الخلايا الشمسية لاننا بدنا البقراء وبدنا واد موسى وبدنا واد شعيب وبدنا الله 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 وبدنا كمان وين مدفون هارون وبدنا حشبون هاي بيسمونه حشبون حسبان بالأردني قال اسمه حشبون عندهم والله شوفوا عيونهم وين قال هذيك الحين نرسم نعيد رسم الخارطة نرسم نطلع لأردن كمان تطلع لأردن قام نطلع نسأل الفرات قام نسأل الفرات وعني لا ما هو وعلمنا مرفوع عني ما شاء الله هاي الدعوة الفارطة وهذا الفجور منقطع النظير خلاهم ايها الكرام البررة يا اعزائنا خلاهم يعني يشغلوا المياكنة الاعلامية ابتداء من 1970 طب ما هو مضى على احتلال كل الشطر الشرقي من القدس ثلاث سنوات ولا حدا منكم سأل اهل الشيخ جراح و1970 اجيت وسألت اهل الشيخ جراح من سكنكم هون حكوا وزارة الانشاء والتعمير الاردنية عام 1956 لقتنا مشردين مشردين من احيانا اللي شردتونا منها يا اولاد الحرام اكرمكم الله لأنهم فعلا اولاد حرام هم هم اصلا حدا يعني هو نتنياهو يعرف امه وابوه جده اللي خلفه ما حد عارف من وين التجميع هذا والتوليف هذا والمجرمين فقال وزارة الانشاء والتعمير الاردني عام 1956 قامت الوزارة في حقيقة الامر بالاتفاق مع الانروا ليش الانروا والانروا اللي بيهاجمها بشكل استثنائي اللي هو الولد هذا دونالد ترامب وحاول الغاءها نهائيا يا دوب هي يعني الان تتنفس الاكسجين يمكن هي موجودة في غرف العناية مكسفة الانروا وكالة الغاث الدولية لغاثة لاجين الفلسطينيين ونحن الان نجلس بين بينكم ونتشرف باللقاء معكم في اكاديمية الدراسة اللاجين احنا اونروا فلسطين احنا فعليا هاي الاكاديمية العظيمة الرائعة جدا بكل القائمين عليها بكل افرادها بكل المنتسبين اليها بكل الباحثين فيها انما يتعلمون ادق التفاصيل عن اللاجئين ويعني احنا العرب الحمد لله ما قصر وسمونا نكبة 48 نكبة و67 سموها نكسي وتعين 48 لاجئين وتعون 67 قال نازحي افرقة ايش يخو وشو بتكون تسمو اهل الشيخ جراح ايوها العرب الان شو بعد خلصنا من لاجئين خلصنا من نازحين والان هذون شو نسميهم مطردين ولا ايش يا عربنا يا محترمين يلي حاصرتوها من عملية اسلامية كبرى الى عملية عربية ويريت وقفنا عند عربية 1974 رحنا على المغرب الذي كانت قيادته ولا زالت صهيونية بامتياز والله مصيب احنا بنحكي على هوا مباشرة طيب رحنا على المغرب وقلنا في مؤتمر في المغرب 1974 فزنا والحمد لله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد ثلاث ممثل شرعي وحيد والله ليش لا قدس قضية لامة الاسلام كلها قضية فلسطين انت على قد هي منظمة التحرير يعني وعن جد هو عمر بن خطاب رضي الله عنه كان عضو لاجنة مركزية في منظمة التحرير وصلاح الدين الايوبي كان عضو مجلس ثوري ولا ايش يعني شو لجرالكم شو الخبل هذا ويعني حصرناها من اسلامي لعربي لمنظمة التحرير والحين منظمة التحرير طردنا لمش عجبيننا من الشعب الفلسطيني وهم على الاقل على الاقل سبعين في المئة وخلينا فتح وجمها تنظيم هيك يساري صغير على بعضهم بطلعوا ثلاثة في المئة وقال هاي صارت منظمة التحرير شوفوا شوف واخر شوي بصير اي فتح من الفتحويين انت عن اي فتح بتحكي فيه فتح مروان البرغوثي فرج الله وكربه وفيه فتح هذي حركة صحيحية دحلان في غزي والفريق اللي معاه وفيه كمان فتح الان الان لابو مازين خصنص هذي برمجي يعني وفيه فتح اللي بتصارعوا على خلافة ابو مازين من جبريل يرجوب الى ماجد فرج الاخرية عن اي فتح تتحدث اذا ظلت تصغر قضيتنا وحتى تقزمت حتى كادت نعم هو القدوة كمان صحيح وهو في غزي موجود الاخ القدوة اللي هو بتبع دحلان حاليا والى اخير قصة طويلة لكن اتخيلوا لما تقزمت قضيتنا طمع فينا صحيحنا وجدونا ناس تفهين اكرمكم الله احنا ناس فارطين احنا ناس مستسلمين احنا الان جيش لحد احنا الان نسجن الشرفاء والاخيار والاطهار يا الله يا الله شو هذا الكلام ونحن في الذكرى الاربع وثلاثين للانتفاضة اللي جابت منظمة تحريرات في مستين عليك الحال لما قزمنا حالنا هيك واذا الاحكلال بنقض علينا واذا العرب من ورانا بدخلوا وبيسجلوا اهداف تسلم العرب من يشعل من يشعل الشمعدان صعلوك عربي يصعد على السلم بيشعل الشمعدان شو شعار الشمعدان يا ايها الصعلوك العربي يا ايها المستسلم يا ايها يعني ما انت تشعل الشمعدان قال هذا بشعبه التسعة هو ايذان باكتمال بناء الهيكل وكان عندنا شمعدان ايامها والله اذا لما تقزمنا بهذا الشكل شوفوا شو اللي يقولون لنا يا الاسرائيليين 1885 احنا حيث نكون مقدسين وانتم بانبياءكم باتباعكم بصحابتكم بشهداءكم نحن اكبر شعب قدم معتقلين في تاريخ البشرية 800 الف معتقل 800 الف خسرنا نتيجة 800 الف في حسبة يعني هذه تعبنا عليها وانتم اكيد يعني بتعرفوا الحسبات هذه في اكاديمية دراسات اللاجئين كيف بتتم حسبتها في معدل في معدل سنوات السجن بين المؤبد لاللي نسجن بس 6 شهور نعمل ومنحسب كل سنتين طفل للبالغين وكل طبعا المساجين معظمهم 99.9% من البالغين ما تزوجوش وبعدين ما تزوجوش اولادهم وبعدين ما تزوجوش اولاد اولادهم وبالتالي عملنا بريكداون لكل هاي الحسب طلع خسرنا واحد ونصف مليون شهيد او واحد ونصف مليون مولود خسرناهم نتيجة هؤلاء المعتقلين اما 178 مزرة وعشرات الاف الشهداء هاي الاخرى بدأ حسابات وهدول كل هما لهم مش قيمي لا انسلكوا على الارض ولا دمهم اللي روى وتراب فلسطين المغموس بدم الشهداء والصحابة من قبلهم والانبياء من مدفونين من قبلهم كل هذا بكفيش لا ما بكفي ولا له اعتبار ولا له اعتبار 1885 كان اليهود ولأنهم مروا من الشيخ جراح فإنهم الشيخ جراح طيب والآن مسكتوا ب28 ل1970 رفعت عليهم أول قضية 1972 بدأت أول محكمة 1972 تقيلوا هذا الكلام في أواخر القرن الماضي أيها الكرام الأحباب لما وصلت فينا الأمور لعام 1982 1982 كانت أول قضية 2002 كان الصهاينة وصلوا إلى قرار بالإخلاء 2002 يعني قبل حوالي أقل من 20 سنة بشوية 19 سنة قرار بالإخلاء لكن بعدها في سنة 2008 2002 قرأ الإخلاء 2008 بدأوا بإخلاء عائلات من ضمنها عائلات الغاوي عائلات حنون عائلات كرد أنتو بتذكروا الأخت أم كامل كرد أكيد وكان لها خيمة خيمة أم كامل الكرد يعني أبرز دورها بشكل بطولي وعملها إقونة ثورية الشيخ رائد صلاح يعني الله يفرج كربو يوم لاثنين إن شاء الله إن شاء الله يعني لأن الصهاينة عودون على الغدر والمكر وربما يلقوا بالشيخ رائد صلاح في منطقة من عتات المستوطنين الخطيرين على يتيحال الصهاينة عام 2008 بدأوا بإخلاء أربع عائلات وكان في أربع عائلات تائماً ضمنها عائلات غاوي كرد ويعني عائلة حنون وأخلوا هاي العائلات وأسكنوا الصهاينة محلهم اللي يسووا السيناريو إنه طفلة من نفوز هاي إنها طفلة طعنات يهودية يعني شوفوا الناحي الإنساني الشهداء الفلسطين وأطفال الفلسطين يعدموا على الهواء مباشرة في الميادين وباب العمود أنتم شفتوا الشهيد هو جريح جريح ويعني حي يرزع يحيط به الصهاينة من كل جانب ويعدمونه إعدام ميداني كم من ألف طفل فلسطيني أعدم بهذا الطريقة كم من ألف واحد يا شمعون بيرس ويا أسحاق ربين كسرتم عظامهم وأيديهم وأصابعهم أيها القتلى أنا تذكرون أننا من سذاجتنا ومن فرط ومن فرط تعاستنا أننا أحضرناكم ورفعناكم وحملناكم وقبلناكم وجه قفة ألف ألف مرة ورفعناكم على المنصة ومنحناكم جائزة نوبل للسلام الله أكبر أيها القتلى يا إسحاق ربين وشمعون بيرس ومن قبلهم مناح بيجن يأخذوا جائزة نوبل للسلام أي نوبل وأي سلام وأي بطيخ وليس دون أخذوا جائزة نوبل للسلام على العظام اللي كسروها على مذبح قانا في لبنان على المذابح 178 مجزرة على مذبح دير ياسين بقرت بطون النساء وأخرجتم الأطفال وذبحتوهم أمام أمهاتهم في مذبح دير ياسين اللي يندلها جبين البشرية ألست أنت يا إسحاق ربين ألست أنت يا مناح بيجن المأفون ألست أنت الذي قلت لولا مذبح دير ياسين ما قامت دولة إسرائيل إذن أنتم أقمتم دولتكم على الجماجم على كتل من الجماجم الفلسطينية وأخذتم جائزة نوبل للسلام والله شو اللي بيصير في الدنيا شو اللي جرى شو هالاستقبال الحافل من في شلك السجاد الأحمر من دقلكم على القصور على الملوك وعلى الرؤساء وعلى فخامة الرئيس الحساب بالأمس القريب كانت هذه عروس عروبتكم وهذه ما هو قلوبكم ومسرى نبيكم عليه الصلاة والسلام شو اللي جرى لكم فالاتفاق بين الحكومة الأردنية والأونر لا قيمة له ليش لأنه عندما تقبل نفسك بدور صغير وحقير يحتقرك عدوك فعندما يأتي قاضي أردني على رأس عمله قاضي أردني قاضي يعني يمثل الدولة في سلك القضاء ويعبر إلى الجسر لابنه الذي يعاني من الصراطان في نفس حتى يزوره هذا القاضي اسمه رائد زعيتر يعني عودون الصهاينان أن ينزلون أنا بعد الجسر مباشرة هذا الجسر اسمه جسر ولا جسر هذا هو نهر الأردن عليه جسر الصهاينة يسمونه جسر الأنبي الأردن يسميه جسر الملك حسين وإحنا يسميه جسر العودة وأجراس العودة لن تقرأ طيب ستقرأ بإذن الله تعالى فبنزلونا بعد الجسر ننزل على الأرض فتشون أول تفتيش بعدين من غادر الجنود الصهاينة استفزوا القاضي الأردني رائد الزعيتر وصارت مشادي 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 كلامي بين رائد الزعيتر القاضي الأردني وبروح الجنود الإسرائيليين بفرغوا السلاح في صدره أمام خمسين راكب أردني راكبين في الباص هو فلسطيني أعدموه فهو ما شاف ابنه وأيضا ابنه مات عليه رحمة الله فأعدموا فبنفس الليل هذا نتنياهو اللي كان بيتردد على القصور العربي بدلاً عن القدس وأهلها هذا نفس نتنياهو استقبل القاتل في قصر المقام على أنقاض حي الطالبي نسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه رحافية بسموها وحي النمري إذا فيه معنى ناس من دار النمري النمامرة فيه هناك فيه شارع اسمه شارع غزي تخيلوا فيه هناك بيت وتخيلوا شو اسم البيت اسمه بيلفور اسم الشارع بيلفور اللي هو في شارع غزي فرع من شارع غزي فيه هذا البيت بيستقبل القاتل وبيتعانق معاه على الهواء مباشرة بيقول له لقد فعلت ما يجب أن تفعل يعني يحيونه يعني لما اسمان خاطر يعني قام بعمل بطولي في مصر بقي في الزنزاني ثم أعدمه في داخل الزنزاني والله طيب خلينا نشوف وغيره وغيراته وغير اللي قاموا من جنود عرب ببطولات يعني حكوماتهم العربية سجنتهم وأعدمتهم أو بعضا منهم لم يعدم المهم أمضى في العمر يعني زمنا طويلا فعندما يعني مشت الأمور ما شاء الله أنه يعدم القاضي الأردني وبالتالي الأردن تبينت إنها ما لها قيمة أمام السرائيل قال لا 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 كيف ما نقيم إننا نحن في ودي عرب وعملنا اتفاقية وإحنا عنا وصائي على القدس ونمنح أهلها جوازات سفر وإحنا عنا الوصائي الهاشمية والله طيب هاتوننا نظرات نشوف الوصائي الهاشمية هاتوننا مكبر حتى نشوف شو اللي راح منا وشو اللي ظلمنا شو اللي ظلمنا الوصائي الهاشمية تحت أقدام الصهاينة وسلاح الصهاينة وإعدامات الصهاينة صباحا ومساعد شو اللي ظلم الوصائي الأردنية الهاشمية شو اللي ظلمنا خلينا نشوف احنا من اكدلكم نحن ندعم وصائي عربية اي ان كان اردنية ام كانت مصرية سودانية بلد اللات الثلاث ايش ما تكون احنا حبين وصائي عربية بس ورونا اياها ورونا فعلكم شوفوا الصهاينة شو بعملوا في الاقصى والشيخ جراح يا جماعة فعلى كل الاحوال الصهاينة لما شافوا هيك بين قسين بالتعبير شعبي بيستفقعوا الاردن شافوها حكي فاضي فبيشتغلوا في السفارة بيرمموا شغلات في السفارة فدخل حرس السفارة اعدام اثنين اردنيين في داخل السفارة وشو اللي حصل نتنياهو نفسه امر الاردن روحيلي اياهم الاعدام الاردنيين وانا بدي اتفاهم معهم روحوا على نفس البيت على قصر نتنياهو في القدس المقام على اردن فلسطينية وعانقهم الاثنين وقالهم لقد قمتم بالعمل الذي يجب ان تقوموا به والله يعني اعدمتوا القاضي الاردني واعدمتوا اثنين رعايا اردنيين وروحتوا كمان وبعدها بنعمل اتفاقية غاز وبعدها كاز وبعدها كهرباء وبعدها بتروح بتروح يعني بتروح الاراضي الاردنية شو اللي بصير كيف هذا الكلام كيف اي عقل يقبل وليس حدوا البروح وليس حدوا البروح ليما يؤبدوا في السجون الاردني ثم الآن نحن يعني في قضية الشيخ جراح نحن نقول ان الاردن لعب رئيسي في الموضوع هذه وزارة اردني وقعت اتفاقية مع الهروا ومنحت الاهل الشيخ جراح هذه الارض وقالت لهم نحن ستة الخمسين بدأنا عملية البناء وانجزناها وسكناكم وبدأت اجراءات تحويل الارض من ارض الحكومة الاردنية ارض اوقاف السلمية الى السكان تطويبها يعني تسجيلها دائرة تسوية الاراضي وحصلت حرب الساعات الست اللي استشهد فيها جنود اردنيين جنود عراقيين مجاهدين من مصر مجاهدين من سوريا مجاهدين من اهل فلسطين وحصل اللي حصل انه في ست ساعات اخذوا القدس خالب حرب ايام الست اي ايام ستي انا انا هاي الحرب لحقت انا طفل وشفت بعين الشهداء وشفت بعين اللي بصير وشفت الحصرة وشفت الالم وشفت يعني مأذنت يعني شوفوا بالله شوفوا البطول اللي صارت على القناصين اللي كانوا على مأذنت باب الاصباط وكانوا اخروا دخول الاقصى ثلاث ساعات بدبابات كانوا والله الاسرائيليين دوم دخلوا اقصى بالدبابات قنصوهم اللي قناصين ولكن الاسرائيليين لم يأبهوا ابدا وجهوا المدفعية من الدبابات اللي صاعد صعود باب الاصباط وجهوا المدفعية الى مأذنة باب الاصباط ونسفوها فهبط القناصون من فوق المأذنة شهداء بين الركاب هاي بس هاي بس تحصر اللي شفناها يعني على اي اتحال عشان يعني الامور بخواتيمها لدى الصهاينة لسوات الاسرائيلي بدأنا فيها وانا يعني قدرت اني اللي ساعة بحكي طلعت اللي هي تقريبا ساعة عشان احكي لكم الامور بالنسبة لصهاينة ورؤية صهاينة انه هاي بوابي بتدخن على اقصى بتدخن على السلوان وحي البستان انتم يمكن تسأل واني الاحياء الستة اللي مهب الريحة يا جماعة احياء ستي مش ثمانية وعشرين بيت اللي في الشيخ جراح فيها خمسمائة واحد من السكان لا 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 مش هيك حي البستان ثمانية وثمانية بيت اوامر هدم اوامر هدم هدم اول بيتين منها حي واد يصول خمسة وثمانين بيت قرار نهائي بالهدم والازالي مش بس العمارة كمان اللي في الطور فوق بتعرفوا العمارة هاي سجدت حديثا طب واد حلوة اربعين في المية شرته دولة عربية وسلمت للمستوطنين والله دولة عربية شرته نعم نعم دولة عربية بأموال عربية ومن وين مرت المبالغ بالملايين من وين مرت المبالغ عبر صندوق الفلسطيني صندوق النقض الفلسطيني قال ليش قال هدول احنا بدنا لبيوتها نشتريها من اهلة ونحطها البزورو 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 الاقصى والله يعني بيوت مؤجرة شقق مفروشي اه شقق مفروشي اري اري يوم يوم اني استلم 27 بيت او 28 بيت في نفس الليل قال هذه تعادل حرب 67 تعادل هاي وين انتم عارفين ودي حلو وين كان لازم في البرزنتيش نشوف جنب القصور الموية العباسية لصيقة بالاقصى تماما من ناحية القبلية تماما من ناحية القبلية تماما لصيقة تماما في المسجد الاقصى المبارك شرطتها دول عربي وسلمتها للصهاينة نعرف مين باع ومين شر ومين الوسيط وكيف اجاء والتسجيلات ومرضيش عمل مقابلي وهي موجود وحي يرزق وانتم تعرفونه شلون هذا الكلام بصير هاي الاحياء الستة الشيخ جراح في مقدمتها ثم ينطلقون الى بسائر الاحياء او ان قد يقفزون عن الشيخ جراح نتيجة الضخ الاعلامي ونتيجة المواقف البطولية لاهل الشيخ جراح ونتيجة تضامن اهل القدس وتضامن حتى الاجانب وتضامن قناص الاجانب انتوا شايفين الاولاد هذول الصعريك اللي فتحوا سفرات فتل ابيب اجوا الضامنوا مع الهل الشيخ جراح الحمد لله انهم مجوشي الضامن ولانهم من وصلوا الشيخ جراح برجعوش احياء على كل محوات اه فبالتالي انتم شوفوا اشو اللي بيصير بيصير انه صهاينا لما شافوا انه هاي بوابي وهاذي منطقة دبلوماسية وهاذي كوريدور للأقصى وكوريدور للأحياء الاخرى وكوريدور لوادي الجوز ولوادي السيليكون اه يعني ممكن يتخيلوا انه شو يبنى نسوي إلا ما ما بعد الشيخ جراح نقول لكم ايها الصهاينا انتم وضعتم مخطط ما بعد الشيخ جراح وانه البيوت بتكتشلوها وصادقتم في الداخلية الصهيونية وفي بلدية الاحتلال الاجرامية البلدية الدامة في خدمة الشعب الا في القدس اجرام في اجرام انتم صادقتوا على خمسمائة وحدة استيطانية على ارض الشيخ جراح ولأجلها هدمتم بيت الحج أميل الحسيني رمز من رموز الثورة الفلسطينية اللي حاول البعض ان يسئله بالمناسبة وقالوا راح قابل هتلر الى حج أميل الحسيني كان احد ابطال يعني مثل قرابته ابن عمه ايضا عبد القادر الحسيني احنا نتمنى على العائلات المقدسين شاشيبي حسيني يبرزوا من جديد ويبرز دورهم من جديد بلاش غياب بلاش هذا الغياب الطويل وقت هدم بيت الحج أميل الحسيني كنت وحدي في الموقع وحدي فقط وكنا تداعينا وكنا اهل القدس تعالوا بدهم يدموا بيت الحج أميل هدموا وقال ليش هدمتوا وقالوا هذا كان فندق شبر هذا ما كان شفندق شبر ما كان كان جزء من المبنى الكبير هذا مؤجر للفندق لانه نزل على اساس انتو كمان هدمتم البيت اللي بناء الحج أميل الحسيني وهو فندق اللي هو المجلس الإسلامي الأعلى في مأمن الله الأكاديمي الدراسات اللاجئين راح تشوف انه المبنى هذا الأجمل على اطلاق في القدس البناء 1927 وعقد في المؤتمر المؤتمر الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي العرب خجلين مسكين خجلين جدا مؤتمر إسلامي ظل اسمها منظمة المؤتمر إسلامي ويضم مؤتمر إسلامي ليش اسمها في مأمن الله عقد المؤتمر الأول لأمتنا الإسلامية لاستنهاض الهمم وفتح القدس 1927 وعليها الشعار المجلس الإسلامي الأعلى طيب شو اللي بيصير هدموا ليهود فأجي بيحقوا على بيته في الشيخ جراح هدموا طيب وشو اللي بيصير في نفس الشيخ جراح قالوا احنا 500 بيت بدنا نخطهم 500 وحدة استيطانية وعشان هيك بلشنا فيهم محل بيت الحجة من الحسين بنوا أول ثمانية والآن انتقلوا على الناحية الثانية وبدأت عمليات التجريف عمليات التجريف جنب وزارة الداخلية بالضبط الشيخ جراح هي عبارة عن عقار إسلامي لعائلة حجازي وهي مدرسة اللي اسمها المدرسة المأمونية لآل حجازي قالوا لهم آه نبني مدرسة مأمونية بنوا المدرسة حطوها وزارة داخلية رح رح ورح والآن جنبها حطرية لاستكمال الخمسمائة وحدة السيطانية وثمانية وعشرين بيت والخمسمائة خمسمائة فرد بدكوا ترحلوا من هون وبدأت المؤامرة بالتفريق بينهم لأهل الشيخ جراح أنتوا يعني منعترف أنه أنتوا ساكنين هون ومحميين ولكن الأرض مش لكم ولا لمين لليهود اللي مروا هون سنة 1885 وين كان الكيان الصهيوني موجود؟ كان في الإحلام ما كان موجود ولا حتى مؤتمر بازل في سويسرا 1897 كان قد انعقد أبدا 1885 في شيء أصلا كيان صهيوني ولا حتى منظمة صهيوني وهذا مقدس إيه لكم أرواح الشهداء الأردنين مالها قيمي أرواح شهداء سوريا في فلسطين مالها قيمي شهداء مصر في فلسطين مالها قيمي الصحابة الكرام مالهم قيمي الأنبياء مالهم قيمي الأقصى مالوا قيمي شهداء فلسطيني الأكثر في نسبة وتناسب مع الشعب الفلسطيني الصغير أيضا مالهم قيمي ويهودكم هذولا اللي مروا من هون اللي هم قيمئة لأنه عرض من يهودي مقدس ولأنه تتذكروا واحد اسمه فاروق حسني كان هذا كان هذا وزير السياحة والأثار في مصر وهذا فاروق حسني كان بنفس بده يصير أمين عامل يونسكو وهذا بده يصير أمين عامل يونسكو راح رمم الكنيسة اليهودية في القاهرة بثلاثين مليون جن وفي شارع جنب الأهرامات غيروا مساره لأنه في قبر منحن بيقين قال هذا غالبا قبر يهودي في جربة في تونس هناك مقبرة يهودية وفي دار البيضاء مقبرة يهودية عليها حراس من المسلمين بالسلح مقابر المسلمين تنسف مساجد المسلمين تنسف يسألوني شو صار في مساجد تسعة وثلاثين حي في الشطر الغربي من قدس روحوا على مسجد المالحة ومأذنة المالحة شوفوا مستودع للخموح روحوا على مسجد صلاح الدين في طبرية شوفوا شو هو حضير للبقر حضيرة للبقر انتم صدقين شو مسجد عسقلان شو اللي صار فيه افتحوا على النيت وشوفوا مسجد عسقلان فتيات القدس راحوا كادوا يخلعوا الأبواب عن مسجد عسقلاني جميل جدا ومسجد مملوكي جميل جدا وراحوا بنات القدس حاولوا يخلعوا الأبواب ليش؟ نايت كلاب بيت ليلي كل أنواع الدعارة والكوارث في مسجد ولكم يا أيها الصهاينة ولكم يا أيها الصهاينة ما خليتم ما خليتم باب بستور ما خليتم شيء يعني ما خليتم حدا يذكر تاريخكم عندما ستزولوا من فوق هذه الأرض لأن وعد الله لا يمكن إطلاقا أن يعادله وعد بلفور ولا دونالدين ترامب ولا نتنياهو ولا كل هذه العصابة البنت هذا والصعليك اللي معاهد ولا في الحكومة في شوية صعليك أعراب وإلى آخر لا يمكن يستحيل وبالتالي اليهود صادقوا على خمسمائة وحدة استيطانية في الشيخ جراح وهم يحلمون في ذلك أنا أقول لكم يعني ليحلم اليهود كيف ما يشاءوا ليفعلوا ما يشاءوا لينجزوا كل المشاريع بين ديهم التهودي وهي الآن في القدس في ست مشاريع عملاقة جدا 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 ومنها الشارع الأمريكي اللي بربط يعني بسموه شارع الطوق وبيربط كافة مستوطنات الطوق من جنوب القدس اللي هي مستوطنة قسعة صيون وإفراتها بيهارهما جبل أبو غنيم جبل أبو غنيم اللي هو وقف السلامي ومسيحي بيه يصور باهر بلتف إلى مع الأدميم من شرء دميم إلى آدم كل هاي المستوطنات ستضعف إلى القدس يا سلام حرب ديمقرافية هائلة جدا 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 بحيث يصبح المقدسيون أقلية صغيرة لا حول لها ولا قوة يا إيواء العرب ولسه بتقولوا عروس عروباتنا مش شيك والله ليست عروس عروباتكم هذه عروس الأنبياء وستعود وسيرفع فيها كما كان بعد سبعين عاما منع الأذان والصلاة في الأقصى وجاء صلاح الدين ورفع مجددا راية رسولي عليه الصلاة والسلام وقيت مرفوعة بعد صلاح الدين تسعمائة عام أو أقل بقليل كل ذلك دليل على أنها عندما ترفع ترتفع الأمة كلها معها سترفع مجددا على نفس النهج وبنفس الطريقة أيها الإخوة والأخوات أنا عارف أني أطلت عليكم وأنا عارف أنه أخطر شيء أني أكلمكم عن الشيخ جراح منفردا وأن تكون كلمة فقط عن الشيخ جراح مبتورة مقطوعة الرأس عن الجسد وهذا جريمة كبرى كما قطعنا قضية فلسطين عن جسد الأمة الإسلامية وحولناها إلى قضية صغيرة جدا متقزمة جدا وقلنا هذا هو هذا هو قالت الدخل الشؤون الداخلي إحنا قرارنا قرار حر وين هو قرار حر إحنا منظمة تحرير إحنا عمين من الكذب إحنا موزعين يعني شوية تبعين للدولة وهذه شوية للدولة وهذه وشوية ولاء للدولة وهذه بس والله العظيم والله العظيم معظمنا الآن ولاء للكيان الصهيوني في منظمة التحرير في في أشراف في أشراف في فتح فيه أشراف في سائر المنظمات الفلسطينية أيها الأحبة الكرام لا يمكن الحديث عن الشيخ جراح بون فردا الشيخ جراح جزء من كل الشيخ جراح بوابة الكرامة الشيخ جراح كسائر أرض فلسطين من بحرها لنهرها كل متر مربع فيها مقدس نحن لا نعترف مطلقا إطلاقا قطعيا بتاتا بأي كيان على أرض فلسطين لأنه أرض وقف إسلامي لأي كيان كان لغير المسلمين مهما كان أما إذا حابين تسألوني عن موقف شخصي واليهود فليعيشوا بعز وكرامة في 14.5 مليون كيلو متر مربع في الدول العربية الإسلامية وليعيش جزء منهم معنا في فلسطين أذي اللقاء صغيرين الحكم للإسلام وليدفعوا الجزية كمان وسنحميهم ونحن لا نحب سفك الدماء ولن نقوم ب178 مجزرة كما قام ولن نأسر منهم 800 ألف ولن نقتل منهم عشرات الألوف نحن نريد أرضنا وبلادنا حرة وتكون تحت حكمنا وأما اليهود الذين يريدون العيش تحت هذا الحكم فأهلا وسهلا أما إذا أرادوا أن يعيشوا مع سائر الدول العربية فليتفضلوا ما شايفين إحن بعض العرب أو الأعراب يلي بيعملوا بوذة يعني إذا رجعوا جابوا دين جديد ما أنزل الله أبيلosروب قال اسمه إبراهيمية يعني حبّتوهم خدوهم ورجعوا يهود اليمن على اليمن ورجعوا يهود العراق على عراق والله مشتقين والله العظيم يهود العراق مشتقين يرجعوا على العراق ويهود المغرب مشتقين يرجعوا على المغرب بدnell المغرب ما هو لاحقين وراهم هنا في الذل ونازلين في البارات في تل أبيب أحسن لهم يخضوهم عندهم فالمعادلة واضحة جدا فلسطين لأهلها فلسطين لأرض مقدسة فلسطين والقدس تضم ممثلين عن سائر الدول العربية والإسلامية قاطبة هناك آل الأوزبكي من أوزبكستان هناك التركوماني من تركومانستان هناك الأتراك هناك الأكراد هناك 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 هذه الفسائية التي جعلت فلسطين قوية ممثلة وأهم تمثيل فيها المغرب العربي اللي هي المغرب، تونس، الجزائر، جيبوتي، موريتانيا، وليبيا، شمال أفريقيا هؤلاء الذين قال لهم صلاح الدين كل الناس يعودون إلى ديارهم في اليمن والعراق والشام والأردن إلا أنتم من تنتصرون في البحر والبر لا تعودوا احموا الأقصى فجاء اليهود تحديداً لحمات الأقصى ودمروا حي المغاربة أزالوه من الوجود بتكونوا تحكولي أنه إزالة حي المغاربة ليس هو نفسه إزالة حي الشيخ جراح الأمور متماسكة تماماً متماسكة تماماً كلها قطعة واحدة يا منظمة التحرير يا سيادة قيادتنا المحترمة انظروا إلى الأمور بكليتها لا بجزئيتها انظروا إلى الأمور بشموليتها لا بصغرها انظروا إلى الأمور بهذه النظرة الواسعة وقولوا خلش إذا أنتم حبين زي الدول العربية تقولوا ممثل شرعي خلش خلش ممثل شرعي بس قولوا لسنا الوحيد للأقصى أهل للأقصى 2 مليار مسلم 400 مليون عربي لا تقولوا ممثل شرعي وحيد لستم الوحيد لأنكم لستم بحجم الصهاينة ولا تستطيعون وحدكم مقاتلة الصهاينة أنتم منظمة التحرير الآن مشتتة تماماً وهي منظمة للعواجيز لا يمكن أن تمثل الأقصى على الإطلاق هذا ما لدي الله يبارك فيكم أطلنا عليكم جداً وأتعبناكم معنا لكن إن شاء الله إن شاء الله على موقعكم رح أرسل بريزنتيشن كمان وبإذن الله نشوفكم حماء للأقصى قريباً لكن لا بد في ختام هذا اللقاء أن أقول لكم النظرية التي توصلت إليها هذه النظرية هي أن القدس ليست لمن سكنها هذه النظرية تكتب بماء الذهب إن شاء الله ليست القدس لمن سكنها ففي كثير من سكان القدس عملاء ليس كثير يعني بعض العملاء اللي الأمي صعليك اللي سرب بيته سرب عقاره هذا أشاند الناس كفر فليست القدس لمن سكنها بل القدس لمن سكنته فيا أيها المقدسيون في كل مكان في كل أركان الكون وهم ملايين ملايين والله العظيم ملايين شباب ماليزي لأجل القدس شباب أندونيسي لأجل القدس شباب أفغاني لأجل القدس شباب تركي لأجل القدس شباب عربي لأجل القدس كل شباب الأمة كل نساء الأمة كل رجال الأمة لأجل القدس ليش نصغر قضيتنا فيا أيها المقدسيون أنتم أنا أشير إليكم جميعا يا أيها المقدسيون بوركتم بوركت جهودكم بوركت أبحاثكم عن اللاجئين العائدين بإذن الله سيعودون وستكونون معهم وسنفرش لكم إن شاء الله الفل واليسم سنفرش لكم السجاد الأحمر فيا أصحاب المعالي ويا صاحبات السمو أنتم ذوي المكان أنتم المحررين أيها المقدسيون في كل مكان من جاكرتة حتى طنجة يا أيها المقدسيون في كل الكون عندما يرفع الأذان في الأقصى لا يقف إلى أن يعود إلى الأقصى يدور 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 ثم يعود الفجر ثم الظهر ثم العصر وهكذا الأذان الأذان أنتم وقتوا والله ما ينهي الأذان في القدس إلا أن يبدأ الأذان في يافا ما بيخلص في يافا بيبدأ في قبرص ما بيخلص في قبرص بيصل لتركيا ثم يدور يصل إستراليا ثم يدور ثم يدور ثم يدور ثم يرجع من مكة المكرمة إلى أن يؤذن في عمان قبل أن يخلص الأذان في عمان بيكون بدأة القدس وهكذا خمس مرات الأذانات ترفع وتقام الصلاة إذا كان هذا الأمر يحصل في زماننا ونحن لازلنا صامدين فأعلموا أننا في وضع يؤهلنا لعهد صلاح الدين بل وأفضل لماذا؟ لأنه في عهد صلاح الدين سبعين عاما لم يقم أذان؟ أفوا لم يرفع أذان ولم تقم صلاة سبعين عاما وذبح جميع أهل القدس اليوم جميع أهل القدس ما ذبحوش موجودين والأذان يرفع رغم أن في الصهاينة وكان أهل القدس جهزوا سماعات إذا منعوا الأذان كل واحد مقدسي بيصير مؤذن وأيضا الصلوات تقام والفجر العظيم يقام وهذا الصمود الأسطوري وأنتم من ورائه حرس الأقصى حماة الأقصى فيا حماة الأقصى لا تلقوا بالراية ولا تستسلموا وكونوا على ثقة بوعد الله عز وجل والله لا يخلف وعده وإن غدا لناظره قريب وإننا نستبشر خيرا وإن لدينا سبعا من البشائر الكبيرة سبع بشائر كبيرة جدا 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 نراها رأي العين تمشي على الأرض في القدس وسائر فلسطين تقول لنا إن الفجر القادم يقترب جدا 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 بارك الله فيكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سمعت إنه لازم أفتح أو أني راح ألاحظ دغري يعني على الشاشة ما يظهر أمامي التعليقات الأخت ليلى بتعلم أما عفيكم الآن دكتور لو خمس دقائق عشر دقائق إذا فيه أي أسئل يحب يشارك بالصوت كويس دكتور عشر دقائق نعم نعم أو سؤال أو سؤال على التشات أنا ممكن أقرأ لك حتى أسهل لدينا دكتور الأخت هذي لدخلت في المليان ما هي سبع بشائر هذه والله بدأ محاضرة بس ما نوعي تكون أقرأ لثلاث ساعة يعني يعني أبشر إن شاء الله خيرا إن شاء الله أستاذ الكرام الذي عنده سؤال ياريت تكتبه حتى لو كتبوا سابقا يكرروا من رأسهم الآن الأخ ناصر كتب أيضا مشكورا أخ ناصر مشكورين جميعا الله يجزيكم الخير بارك فيكم أختنا فيسا الله يحميكم يا رب طبعا للعلم دكتور إحنا معنى الأخت هنا يعطيك ألف معنى جنسيات أخرى ممنوع يكون فلسطينيين وحدهم ممنوع 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 إحنا إحنا نعتز بأننا قاسم المشترك لأمتنا الإسلامية في مسجدنا الأقصى وفي قضيتنا المقدسي نحن هذا أعظم شيء والله كان سبتة وماليلة وطمب الصغرى والكبرى ولربما نصل فينا لحد نصير اللات والعزة ومناتم الصغرى يعني الحمد لله أننا بعيدين عن هذه الأجواء المحاصرة واللي عمرها هم يتركوا طمب الصغرى والكبرى وأجوعة الأبيبي أخونا صحيح أستاذة فاتن أنا أعطيتك الماء يمكنك تهم إلى الأخ ناصر القصور الأخ محمد طبعا دكتور دكتور أنت ذكرت قرية أو منطسة لفتة نعم سؤلنا عنها قبل فترة أنها باقية كما هي ما دمرها الاحتلال فيلا تتعلق على هذا الموضوع لنسأل أنه ما يعرفنا الجواب الأمانة في حينها نعم راضي لفتة بالمناسبة هي أكبر حي من أحياء القدس التسعة والثناثين هي أكبر حي على الإطلاق تمتد من عين كارم غربا هي الشمال الشرق عين كارم وتمتد لتأخذ كل سفوح الجبال المطلة على بيت إكسا ومطلة على بيت حنينة وتصل إلى جبل المشارف نادرة الناس يعرفوا جبل المشارف هي تحيط في القدس أربعة أورس جبال يعني كأنها إنذار مبكر تعطيك يعني واحد منها جبل المشارف عليه الآن مستشفى هداسة وجامع الإبري أراضي لفتة تشمل هذا الجبل وتصل إلى أراضي الشيخ جراح تماما تماما هي لصيقة بالشيخ جراح بالتالي هذه المسافة الواسعة جدا هذه الأراضي خصبة جدا وزراعية بامتياز وفيها اللوز والزيتون والعنب وفيها مياه وفيها عيون مياه وفيها بلد قديمي لكن بيوتها المتناثرة هاي أزيلت من الوجب البلد القديمي بقيت والصهاين الآن زورانين فيها لأن أهلها بيزوروها وعندهم جمعية لفتة الخيرية ريت التواصل معها وشد أزرها وهدول أهلها بيروحوا بيزوروها وبيزوروا عيون المياه بيزوروا مسجد لفتة وبيزوروا لكنها طبعا لا يمكن لفلسطيني واحد أن يبيت ليلة واحدة فيها مطلقا يستحيل يعني مع أنهم موجودين في القدس يعني وبعدين عنها بس بس مئات الأمتار وموجودين في حي السمار ومعروفين عائلات أهل لفتة على اتحال أهل لفتة بالمناسبة يعرفوا بالثراء يعني كانوا أثرياء لأن أراضيهم الزراعية وكان منتوجهم يباع مباشرة في القدس القديم حي لفتة هذا اللي هو كان قائم على سفوح الجبل المؤدي إلى طريق يافة هذا الحي لا زال قائما فعلا البيوت موجود لكن عدد من الطرقات التفافية دمرت عدد من بيوت أهل لفتة ورغم أنها موجودة تحت حماية الأثار وأنها إرث إنساني لا يجب استدمير بس الصهاينة ما فيش عندهم إرث إنسان ولا عندهم احترام للإنسان ولا لكرامة الإنسان ولا للأثار الإسلامية على الإطلاق هم يدمرون كل شيء إسلامي بمواسبة هم أزالوا ألف جث من جثث المسلمين والصحابة من القصور المويلة العباسية والمحيط والمحيط الحولها إذن نحن يعني ندرك أنهم أول ما أقاموا الكيان الصهيوني أقاموا عدد من المشاريع في غير وقتها هذا أمر يتطلب منه الوقوف مطولا والتفكير متى أقيم مفاعل ديمونة وفتتح 1925 كان شمعون بيريس والسحاق رابين مسوقوا بسكليتات مارسيد بسدونها أسود كانوا شباب صغار وكانوا باتصال بفرنسا الملعونة أكرم أطبالله وجابوا اليورانيوم وفتحوا مفاعل 1925 يا لطيف هذا بعد سقوط الخلافي مباشرة طيب وكمان مطار اللد الفلسطيني المحتل 48 ما تفتح 1925 كمان في نفس السنة وهذا سموه مطار بونغوريون الجامعة العبرية على أراضي لفتة 1925 المدعوين لفتتاحها هي 1925 بصير إنهم بعملوا هداسة منظمة منظمة النساء الصهيونيات مستشفى هداسة حكومة عموم فلسطين أو حكومة فلسطين يسمي أكتوب بلسطين والله أها وخالي إحنا عشان يكتزعلوش إنتوا مازعلوش وبالتالي لما أجو يفتتحوا الجامعة العبري يا لطيف تلطف أرسلوا أرسلوا رسائل للقيادات الثقافية العربية وجدوا أهم شخصية بتخدمهم في هذا المجال طه حسين عميد الأدب العربي فكتبوا له تعال أنت مهم جدا وكل فريق الأدباء اللي معاك في مجلس إدارة الأدب العربي فطه حسين كان مصاب بالحمى الشديد وعلى وشاكموت فكتب لهم رسالي أعظم إنجاز في تاريخ البشرية جامع عبري بعقول يهودي ستحرك القوة العربية فتغير وجه المنطقة عميد الأدب العربي يا قليل الأدب اثنين انغرينا فيهم بشكل هائل محمد علي باشا وابن ابراهيم باشا البندوق اللي ما حد بعرف له أب على فكرة زي أتاتورك وأيضا طه حسين ما حد بعرف دون اثنين الشياطين أبدا إلا من قرأ عنهم بدقة متناهية يومياتهم وأيامهم كتب لهم إنه يبارك الجامعة العبري ادخلوا الآن على الصالة الرئيسية في الجامعة العبري وشوفوا قائمة المباركات في مقدمة طه حسين وأمير وأمير عربي مولها أخيرا للجامعة واسموا أيضا مع القائمة بدنا ندخل في المليان على كل الأحوال هذا اللي صار إنه جامعة إنه الجامعة اللي بريج شطر الشرقي شطرها الشرقي ما إلا جانب غربي وجانب شرقي جامعة الشرقي ومستشفى هداسة اللي بيسمى العسوية في جامعة الشرقي مقام على أراضي لفتة فالفتة بلد جميل ورائع كسائر أرض فلسطين لكنه الأكثر ثراء والأكثر خصوبة والأكثر غينة يعني والحقيقة أهله لا زالوا يتحسرون عليه وعندهم جمعين أستاذ فاتن تفضلي ماشي عمبتنا آه مرحبا يعطيك العائلة الله عافيكم الله يتألم عليكم بدي أسأل بالنسبة لحضرتك ذكرت كم عائلة من عائلات حي الشيخ جراح هاي العائلات الثمانية وعشرين للحضرتك ذكرتهم أو أنا مضع في صاحة أسماءهم هاي عائلات يعني من زمان موجودة يعني صالها كم سنة بحيث إنه حضرتك إنت حط يعني قلت إنه ثمانية وعشرين عائلة آه هو حي الشيخ جراح الفلسطيني اللي عمره تسعمائة عام عدد سكانه ثلاثة ألاف العائلات الثمانية وعشرين تعدادها خمسمائة واحد خمسمائة فرد المستهدفين الجزء الذي يريده الاحتلال هي ثمانية وعشرين بيت في خمسمائة فرد والعائلات هاي ضمن الثلاثة ألاف يعني أجهوا على حي كان قائم لكن في الشيء لهم بيوت لأنهم هجروا عن أرضهم اللي هم بعيدين عنها بس مئات الأمتار فقط هجروا فكان وسكنوا سكنوا مع أهل الشيخ جراح في بيوتهم أو في خيام إلى أن كانت المبادرة من وزارة الإنشاء والتعمير الأردني مشكورة وعملت معهم عقد والأنر 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 وما غيرها مولت المشروع والحكومة الأردنية أشرفت عليها هندسيا والمخططات لدى الأردن تأخرت في تسليمها على يتحال وتأخرت كثيرا في إرسال الوثائق اللي عندها وعلى ما يبدون هي ليست كل الوثائق على كل الأحوال هاي العائلات يعني هجرت من مسافي قريبة جدا إلى حي الشيخ جراح ومنهم من أهل ومنهم أهل الطالبية ومنهم من أهل الشيخ بدر ومنهم من عين كارب ومنهم بالمناسبة كانوا ساكنين في يافا بعضا منهم فهم أصحاب الأرض التاريخية الفلسطينية وهم أصحاب هذه الأرض أيضا وأهل الشيخ جراح القدامى أصلا موجودين من تسعمائة سنة يعني معنى الكلام أن الصهاينة لا يملكون ذرة تراب واحدة ولا ذرة حق واحدة ولا القديس شمعون ولا فيه فيه هذا يعني مغارة الصديق شمعون إطلاقا ما فيه منه هذا الكلام وأن فضحوا أخيرا في الحادث اللي صارت في عين جلوت في الجبل المرتفع يعني في جبل الجرمق يعني على كل الأحوال إحنا علينا أن ندرك أن أهل الشيخ جراح يملكون الحق الكامل وهم تحولوا إلى داخل بيوتهم بـ 1956 لكنهم أصلا مهجرين من الـ 48 وهذه الأرض فلسطينية وهذه الأرض أردنية وهذه الأرض بعقد أردني مع الأنروة الأنروة تمثل أمم المتحدة فكيف يعني يعني كيف ممكن بهالبساطة أنه الأمم المتحدة مالهاش قيمي والأردن مالهاش قيمي وعلما عشان تعرفوا شغل المهم جدا أن الحارس أملاكي الغائبين كان لو كانت هذه الأرض لحق واحد يهودي ما كان أحد بيستطيع لا مع الأنروة ولا مع الحكومة الأردنية يبني فيها لكنها كانت أرض فلسطينية خالصة وأرض وقفية إسلامية خالصة وبالتالي لا يوجد حق لليهود فيها إنما هذه البلطجي ولأن هذه منطقة شيخ جراحة منطقة حساسة جدا وهي لسيقة تماما بما يسمى خط الهدني خط الهدني اللي هو 1948 وهو تثبت 1949 تثبت خط الهدني تعرفوا شو عملوا اليهود أزالوا الخط هذا وبانوا ثلاث فنادق عملاقة ضروري تعرفوها ثلاث فنادق تعرفوا شو حكاية الفنادق عملاقة جدا 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 وهي لسيقة أيضا وطبعا بنوا هم كما تعرفون قيادة حرص الحدود ما يسمى حرص الحدود وبانوا أيضا يعني وزارة الداخلية اللي هي مدرسة اللي ذكرناها اللي هي مدرسة ألعجازي مدرسة المأمونية مدرسة فلسطينية وصارت وزارة الداخلية إذن هم يعني فعليا أحاطوا بالمنطقة وصارت بؤرة أهل الشيخ جراح هادولة الثمين عشر بيت تنغص على الصهاينة إمكانية فتح الكوريدور اللي يريدوه باتجاه الأقصى مرورا بحي واد سيليكون حي واد الجوس وتدمير ثلاثمائة منشأة لثلاثمائة عائلة مقدسية هي المنطقة الصناعية في واد الجوس هي المنطقة الصناعية صناعات خفيفة على إيتي حال هي كهرباء سيارات وأيضا ميكانيك سيارات وأيضا مواد بناء إلى آخر يعني أعمال أعمال بسيطة لكن يريدون تدميرها نعم نعم دكتور كل بالشكر دكتور مصرين على السبع بشائع لا 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 هاي بدها وقت وبدها دخول في التفاصيل تعرف أنا عن فكرة أنا بجيبها من أحيان داسي لأنه أنا مادي بدرسها بالجامعة الليلان داسي مهندس معماري مخطط مدن وأصلا تخصصي عمارة بيت المقدس في الدكتوراه وأيضا يعني قد تكون العملية يعني في ألمانيا ذات مذاق خاص لأنه حكاية ألمانيا ما يخفى عليكم حكاية ألمانيا ووصول اليهود الأوائل هربوا أو نجوا من مذاب حتلار وصولهم لفلسطين هذه يعني جعلت للمراجع اللي أنا تتبعتها في ألمانيا في الدكتوراه لها طعم ولون ورائحة خلتني أعرف كيف تدار الأمور سياسيا وكيف بريطانيا اللعينة في ذلك الوقت وحتى هذا الوقت اللعينة أنتوا شايفين هذه الهندوسية هذه الوزيرة الداخلية شو العملته على أية حال بريطانيا كانت هي الكارثة ولا زالت هي الكارثة وعلى بريطانيا أن تعتذر الشعب الفلسطيني عن يد وهي صاغرة مصالح بريطانيا يجب أن تحطم في جميع البلاد العربي الإسلامي يوما من الأيام وتدرك بريطانيا اللي ما كانت تغيب عن الشمس أنها لم تعد موجودة لأنها ولغت في دم الشعب الفلسطيني بريطانيا سيئة الذكر على كل الأحوال هذه البشائر تأتي من من رحم هذه المعلومات كلها من المصادر هاي كلها ويتم إسقاطها هندسيا على القدس بمنظور شرعي وإسقاطها على القدس بمنظور شرعي ليس أقلها لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر هاي لحالها ساع وصف القرى المحصنة والجدر يا أخي طب ليش جدر ليش مش جدر واحد أصلا هو جدر واحد العنامة تشوفوا اللحظة في البوربوينت وأن أعرض في هاي المحاضرة لازم يكون في البوربوينت وتشوفوا الجدر وأنواعها والقرى المحصنة وأنواعها وتشوفوا إنه جميع القرى المحصنة شو نوع تحصينها وتشوفوها من القبة الفلاذية الحديدية وصولا للجندي اللي مكدس يعني بتشوفوا مثل مثل بغال الفرنجة في حرب بحطين يعني معركة حطين مع صلاح الدين كانوا الفرنجة حاملين كل حديد الدنيا وأشعل فيهم النار صلاح الدين فصار الحديد مولع نار في أجسامهم وجنود صلاح الدين مكان لابس لها الثوب ومعها يا رمح ياسيف بس والدين يحر في بيسان تعرفوا بيسان وحطين من تعرفين هاي معركة صلاح الدين وهاي استراتيجية صلاح الدين استراتيجية الصهاينة مثل تماما مثل اللي بيجهز للهزيم قبة فولاذية انتوا شايفين مبارح خلصوا الجدار لتحت الأرض على حدود غزي الواقي قال هذا ولا أحدث ولا حرج عن سائر الجدر وليش جدر؟ جدر 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 هندسيا عندي قصة طويلة جدا عن هاي الجدر وعندي قصة عن جدار برلين وجدار الصهائم وجدار برلين انباع سوبونيرز واللي باعوه الشباب الفلسطينيين هذه حكاية مترابطة شكلها فيها فيها مؤشرات هائلة جدا انتوا اذا بتكنت شوفوا من البشائر السبعة بتروحوا على آيات الثلاثة او الأربعة الاولى من سورة الحشر وظنوا انهم حصونهم مانعتهم من الله نروحنا من الجدر على الحصون حصون من بارليف الى الله الله خط ألون وظنوا انهم حصونهم مانعتهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب شو هذا الحكي هذه إذن المسألة مش به البساطة طلعه هذا طلع انه الحصون انتوا بتظنوا نهما نعيدكم من الله لا وليس فاتحين خياشينكم بتكونوا تروحوا تقصفوا في بلاد بعيدة عنكم وبتقولوا احنا عندنا ما بعد الشيخ جراح عندنا مشاريع ما بعد الشيخ جراح طيب اذا واحد حكا لكم يا محترمين ليس محترمين اقل المحترمين يا ايها الصهاينا لو واحد حكا لكم ما بعد حيفا شو بتحكوا هذه حكاية ما بعد حيفا صارت مزحة الحين لانه في اشي بيجي من شمال حيفا وفي اشي بيجي من جنوب حيفا هذا اللي بيجي من جنوب حيفا بصل لبنان وبيجي من لبنان بصل غزي هذه طلعت حيفا مزحة هذه يعني بعدين ايها الصهاينا انتوا لما عملتوا ست ساعات في الثمانية واربعين ست ساعات في السبعة وستين فكرتوا هذه نهاية المطاف يعني ولا مرة شعرت بالخوف ولا مرة منع التجول عليكم في تل أبيب الساعة ثمانية مساء ولا مرة ممنوع ولا طائرة تنزل في مطار بونغوريون تبعكم هذا الا على يد المحاصرين طلعوا المحاصرين بقرروا مصيركم في اول سيناريو هذا اول سيناريو من البشائر السبعة ولما المحاصرين كانوا في المدينة مثلكم محاصرين تماما مثلكوا يا اهل غزي كانت البشائر فتحت لي الشام فتحت لي اليمن فتحت لي بلاد فارس فتحت لي روم وهذا العاكي صار من المحاصرين من قلب الحصاري يبشر بالانتصار وبالتالي تنهال البشائر واحدة والأخرى وتسقط اسقاطا جميلا جدا على المكون الجغرافي والتاريخي والشرعي في فلسطين ويعني تكون تكون تماما متصلة بشكل هائل جدا بالبشائر القادمة واللي يعني تهل علينا هي تطل علينا هي تطل علينا هي احنا شافين ارهاصات وحدثان الدنيا ما بالشت إلا يكون في شوية غيوم فالغيوم الآن بدأت تتلبت في سماء فلسطين والشتاء جاي وسيكون ذلك قريبا وقريبا جدا إن شاء الله دكتورنا الحبيب كل الشكر لك ويعطيك العافية الله يعافيكم يا رب كان سعيد في مشاركتك وجودك معنا وفي محاضرتك الطيب المباركة وفي طلبات كثيرة إن ومحاضرات أخرى في مواضيع أخرى إن شاء الله تعالى تكون معنا بإننا إن شاء الله بتحب تختم دكتورنا الحبيب بآخر كلمة حتى نختم اللقاء نعم جزاك الله خيرا يعني أنا أريد الحقيقة أن أشكر اللي صبروا معنا كل هذا الوقت وأسقلنا عليهم وأصبح الأمر يعني نعله زاد عن حده يعني عند البعض عنده الكزامات لكن أقول للأحبة الكرام كلهم جميعا نحن نحبكم في الله عز وجل ومشتاقون لكم شوقا عظيما جدا أريد أن أقول لكم واحدة من مفردات السبع بشائر فقط يعني بعنوان فقط هي واحدة جزئية من بشرة من البشائر السبعة وهي أنها اللغة العربية حمالة وأن اللغة العربية رائعة جدا وهي لغة القرآن الكريم وهي لغة يوم القيامة وهي لغة عظيمة جدا وهي لغة اللي حدثنا فيه رسول عليه الصلاة والسلام لليوم نفهمها لغة القرآن لليوم نفهمها اللغة الإنجليزية تغيرت الفرنسية تغيرت الألمانية تغيرت هذه المثابة فهي اللغة العظيمة فيها معاني سامي مرات الواحد بتوقف عنده مراتب الحب مراتب الحب في اللغة العربية هائلة قال واحد حب فلان ثم عاشق فلان ثم أصبح متيم بفلان ثم أصبح مجنون بفلان وهنا ذول على فكرة المراتب أكثر منه بكثير في بأسماء أخرى إضافية اللغة العربية علمتنا أنه مستويات الحب هاي يعني إلها مراتب مراتب تصاعدي من أسرار القدس إحنا الآن إذا كنا نتحدث في قضايا الحب ما هي عادةً بصير بين الرجال والنساء أو يعني مجنون ليلة ولا إن شاء الله لبنة ولا إيش ما يكون خلينا نشوف القدس ومكانيتها في اللغة العربية شو اللي بصير في إسقطاتها على نفسية الإنسان نفسية الإنسان قد يعشق أي منكم القدس ويصبح متيماً بها حتى يصبح مجنوناً بها يا لطيف يعني تصبح كما تقول أخت فاطمة مع شوقة المخلصي تعفوا اللي بصير إذا حبيتهم إذا حبيتهم تسألوا حدا يعني عشق القدس وأحبها إذا رح على أشقاء في عمان بصير بس عنده فوبيا وحساسية متى يرجع على القدس السماكي طلعت من الماء طيب يا حبيبي إنتي مش رأي على عمان ولا على القاهرة ولا على دبشق ولا بيروت إنتي رأي حج عمرة مستاق جداً جداً هو بالحج والعمرة عند رسوله عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة ويعني أقدس أراضي الأرض تشد إليها الرحال مكة والمدينة وتشد إلى القدس كمان مستاق جداً 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 مجذوب جداً عاشق جداً يعني إلى القدس إن في الأمر سر إن في الأمر سر عظيم والسر هذا خلى يعني الصورة الجغرافية وهي أيضاً نحكيها في فيزياء في فيزياء وهندسة البشائر السبعة إنه الطريق الأفقي بالإسراء والمعراج مع رسوله عليه الصلاة والسلام وحاطة تعرفوا أنتم رسوله عليه الصلاة والسلام ربط البراق في الحلقة حيث يربط الأنبياء وأشار بيديه هكذا ذا وذا هذه الحلقة اللي ضاعت سنين طويل جداً جداً حتى قيض الله سبحانه وتعالى الباحث المقدسي رضوان عمر واكتشفها ووثقها في كتاب سيصدر حديثاً ويكون متاح لكم إن شاء الله على يتحال هذه الحلقة جاءت برسول الله عليه الصلاة والسلام أفقياً طب هو سيدنا قبله أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع هاجر بنت ملك العرب وليست كما قالوا جارية بنت ملك العرب راح مع إسماعيل أيضاً بالبراق رايح جاي رايح جاي رايح جاي عمكة المكرمة ببراق نفسه وربط حيث يربط الأنبياء كل الأنبياء هذا أفقياً طب عمودياً اللي بده يطلع على السماء إن كان سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام وإن كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإن كان كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا نفرق بين أحدهم الرسلي بيحبطوا من سماء القدس عمودياً واحد من الأسرار عمودياً إذن هذا السر أفقي ثم عمودي ثم أفقي ثم عمودي نزولاً ثم أفقي إلى مكة المكرمة فيه هنا سر جاذبي هائلي جدا 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 يعني سيدنا إبراهيم لما وصل مكة وفي واد غير ذي زرع وترك أميرة بنت ملك وابنها إسماعيل رضيع وصارت زمزم ورجع يعني رجع إلى أرض القدس يعني أمر هين أتظنونه هين أتظنون أن الأمر هيك بهذه البساطة فيه سر فيه سر في الموضوع فيه جاذبية خاصة ثم أن الأنبياء هبطوا جميعا إلى القدس وكان بالإمكان أن الإسراء المعراجي تم من مكة وأن المؤتمر النبوي تم في المدينة مثلا ليش المؤتمر النبوي لمرة واحد يحصل وفقط في القدس لماذا هي أرض المحشر والمنشر هاتون السر هذا هاتون أين ينصب الصراط في القدس أين ينصب هذا الصراط في القدس ولماذا أرض المحشر والمنشر ولماذا اليهود وضعوا قبورهم في هذا المكان تحديدا فيه سر كل سر فيه سر أسرار أسرار واحد يسألني يقول طب انت بتجيبها هاي الحكاية وين اسططر شرعي أقول لكم وأختم بهذا أيها الأحبة الكرام يا عشاق القدس يا أيها المقدسيون والمقدسيات في كل مكان أقول لكم أليست القدس قرآنا يتلى القدس قرآنا يتلى وثلثي كتاب الله عز وجل هو في محاورة اليهود والنصارى ثلثي كتاب الله والباقي عن الصلاة والصيام والمعاملات فالقدس قرآن يتلى والناس بفكروا هاي الفلسطين بس يعني سورة الإسراء لا 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 وبحبوا يسموا إسراء وكذا لا 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 القرآن الكريم بطوله بعرضه بتحدث عن القدس وعن فلسطين وعن اليهود والنصارى طيب إذا كان الأمر بهذا الشكل وهي قرآن يتلى أليس القرآن لا تنقضي عجائبه القدس لا تنقضي عجائبها مهما فعلنا من أبحاث والله العظيم 25 ثاني أبحاث عن القدس ومؤلفات وأنا أدعي تماما تماما بأني أجهل أسرار القدس كلها يا جماعة يا جماعة هاي مدينة عشق هذه مدينة هي مفتاح مفتاح عزة الأمة العربية والإسلامية مفتاح عزتنا وخلافتنا الراشدة على منهاج النبوة بإذن الله تعالى التي ستقوم بإذن الله وقريبا جدا خلينا عايشين هاي الأجواء وخلينا بإذن الله سوية يد بيد ونشد على يديكم والله يحميكم ويرفع شأنكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة